يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُمْ وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يسعد لي مساكن، يسعد لي عواتكن، الله يسعدكن من وين كنتوا عم بتتابعوني كيفكن، شو الأخبار، تمنوني عنكن إن شاء الله يا رب وإنتوا عم بتحضروا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد خلونا نذكر الله ونصلي عن نبي ونبلش بفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم بإذن الله رح نفطر هيك فطور سريع مع بعض بعدين رح نحضر طبختنا، رح اليوم أعمل رز وكباب هندي وطبعا رح وديكم بأحلى فنجان قهوة يلا حطوا لي لايك وخلونا نبلش بفيديو اليوم ونبلشيني الفيديو بجولة هيك بسيطة بالمطبخ هاي هون بعد ما خلصت شغلي ورتبت كل أموري وصار المطبخ والبيت هيك مثل الفلة اللي تخليني جهز وفطور نفطر على السرين هذا اليوم أنا وبنتي لحاننا بالبيت هيك عاملين أجواء لحاننا ومبسوطين الولاد رحوا مع أبوهن فقالت لش رأيك نقوم نعمل هيك فطور خفيف سريع فإنه في عندي وافل هادا جبته من كم يوم من الماركت فقلت هيك جاهز وما بده شي بس إنه بتزينه بالشوكولاتة وبيصير جاهز فقلت بقطع معه شوية فواكه وهيك بيصير فطور وبيصير تصبيره بنفس الوقت عبام ما يصير الغداء هلا اليوم أنا جهزت الوافل مع شوية فواكه وزينته بالشوكولاتة فيه ناس بحبوا يأكلوا الوافل مع العسل فيه ناس بحبوا يحطوا عسل وزبدة فيه ناس بحطوا معه مثلا فواكه وبيحطوا له سكر بودرة حسب كل واحد شلون بحب يأكله بيقدمه بالطريقة يلي بحبه هلا أنا بما أنه اليوم قدمته مع الشوكولاتة فصارت هيك الوجبة حلوة وبيده قهوة فقلت لحالي بدل ما أعمل إنه قهوة عادية بيعمل قهوة بردة هون عن جد لأن المشروب عندهم المشروب الأساسي بالبلد هو النسكافل بردة فبيتفننوا شلون بيسوه شي بيسوه على شكل فربي شي بيسوه مشروب بسكر شي بيسوه سادة والكاباتشينو الأشكال ألوان يعني بالسوبر ماركت فهلا نحن جايبين قهوة بردة يعني هي بتكون جاهزة يعني بإمكانك تشربية متل ما هي بلاك يعني إنه سادة أسود أو بإمكانك تضيفي للحليب فقلت اليوم بيحطر لحليب وبعد شوية برجع بعمل قهوة عادية سادة وبشربها هيك الواحد بيغير بالمشروبات فهلا هونك صاروا أكلاتنا جاهزين وعب جهز المشروب وإنتوا يا صبايا يلا إذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وما كنتوا مساوين فنجان القهوة ومساو فنجان له وشربوا وحضروا الفيديو وكمان إذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة فاضلا ليس أمرا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي وإذا كنتوا من أصدقائنا وحبايبنا بالقناة فيا أهلا وسهلا فيكن جميعا شرفتوني ونورتوا قناتي وأسعدتوا قلبي ربي يسعدكم ويجبر خاطركم وينولكم امراض قلبكم مبسوطة فيكن قد الدنيا مبسوطة بتعليقاتكن قد الدنيا عن جد كل فيديوهاتي التعليقات ما شاء الله تبارك الرحمن كتير حلوة وخاصة على فيديوهاتي برحة والأجواء فكانوا لكل مبسوطين ومستمتعين بهدول الأجواء هي فعلا كانت تطلع كتير حلوة وكانت الأجواء والمناظر عن جد هيك بترد الروح فكانوا أغلب التعليقات على المناظر على النهر على هيل برودة على صوت الماء ربي يسعدكم ويجبر خاطركم يا رب فبدي أتشكركم من جوات قلبي عن جد مبسوطة فيكن ومبسوطة بتعليقاتكن الحلوة وبدعواتكن الحلوة الله يا رب هيك يجزيكم الخير إن شاء الله يا رب هيك دائما مبسوطين ومستمتعين بالفيديوهات وبالأجواء يلي بصور لكم ياها هلأ هون بعد ما خلصنا تجهيز الفطور هو مفطور مثل ما قلت لكم هي تحلاية هي تصبيرة هي فطور وجبنا الأهواء وجينا على الصالون هلأ هون ما في أحلى من هذا الوقت سبحان الله لما واحد بيكون مشتغل كل شي والبيت حوالي كلاته هيك منظف ومرتب ونظيف وهيك الأجواء هادية يا الله ما أحلى هاي هيدا الوقت ما أحلى هيك لأنكم تقعدوا وتشربوا فنجان قهوة هو الله يا رب هيك يحميهم الولاد ولا يخليهم من بيت بس عن جد أحيانا واحد لما هيك بحس حاله بحاجة لهيدا الرواءان لهيدا الهدوء فقعدنا هيك هلأ أنا وبنتين نتسلى شوي بعدين بدي أطبوخ هلا متل ما شفتوا لما صورت أول شي المطبخ ملاقي الطبخة قلت لكم أنا إنه إذا ملاقي الطبخة راح تعني نص المهمة إنه إنك تلاقي الطبخة هون عن جد الصعوبة وإنك تطبخية خلاص يعني ما في أسهل منها فكنت حطة بالي إنه بدي أعمل كباب هندي فمطالعة اللحمة من عند اللي يعني بلشت شغل بالمطبخ طالعتها التعبين ما نجهز البانكيك وناكل بتكون فكت اللحمة شفتوا ما شاء الله على هدول الأجواء الشوق يعني ما بتطول اللحمة فورا بتفك فرحنا هيك قعدنا وأكلنا وانبسطنا واستمتعنا وصورنا لكم بعدين قلت بدي يقوم أطبوخ وطبعا قلت بدي أجلي الجليات وشارككم ما بعرف ليش لما بنزل فيديوهات أو مو فيديوهات روتينات بيكون فيها تنظيف أو ترتيب بلاقي الكلمة بسوطين وكتير بتجيني تعليقات إنه عن جد مبسوطين بهدول الأجواء فبتحبوا إنه دائما شارككم هيك مثلا لما بطبوخ أنا لما بطبوخ أحيانا بشارككم الجلي بنص الطوخة بس بعض الطبخة يعني ما إنه بحط هذا الروتين تنظيف المطبخ بعض الطبخة بصور المطبخ وهو نظيف بس المعركة اللي بتصير بعد السكة وبعد العشاء ما بصورها فإذا بتحبوا هيك شغلات بصيروا بصور لكم يا هان يلا إذا بتحبوا هيك أشياء كتبولي تحت هذا الفيديو إذا بتحبوا تصير شارككم مثلا روتينات تنظيف بالمطبخ ترتيبات تنظيف التلاجة إنه شغلات أكتر من هيك فبتمنى تكتبوا لي تحت هذا الفيديو هلأ هون جلينا الجليات مثل ما شفتوا هلأ إذا لاحظتوا الصينية أنا الصواني اللي بلاستيك جليتهم وحطيتهم لحت هيك يتصفي الماء عن نون بس الصينية لستيل إنه مسحت مسح قلت إنه شام ما تصدي الواحد لما بتكون الشغلة جديدة بيحب يحافظ عليها لحت هيك تطول فترة أطوال وهلأ هون مثل ما قلت لكم بدي بلش بطبختي في المجلة وما يكون عندي جلي لأني هلأ شوي شوي مع الطبخة بصير بيطلع الجلي ما تأخذوني بس ما بعرف فيه أصوات بره كأنه الجيران والولاد وهيك فعنجد يعني صار كذا مرة عدد ما قطع الصوت بس رغم هيك عبي يطلعوا الأصوات هلأ هون جلينا الجليات وهيك المطبخ نضيفه مرتب ومنبلش بطبختنا مثل ما قلت لكم هلأ بدي أعمل الكباب هندي والله العظيم عم بيحتار 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 بالطبخ يعني لحتى تقوله بس ما بعرف ما بيجي على بالي ولا طبخة مو ما بيجي على بالي كمان يعني إنه ابني الكبير زوء كتير صعب بالأكل ما أي أكل بياكلها وبقول نحن خمس أشخاص إنه بدي أطبخ طبختين إنه من شانة فبحتار لحتى هيك لقي طبخة طرط جميع الأزواق عندي بالعيل هلأ وقت اللي جبنا خضرة من كم يوم جايب لي جازي كمية بنادورة بتعرف ولا ماشاء الله موسم البنادورة فمككتر لي البنادورة فقلت لون إنه إعملكوا اللحمة بنادورة أو لا ما عد حبيناها والمشكلة إنه مو وشلون ترضو جميع الأزواق إنه مثلا يتفقوا كلياتهم على أكله هنه بيكونوا أصلا بيأكلوا الأكله بس فجأة بيبطلوا يحبوها ويقولوا لك إنه إحنا ما منحب هاي الأكله طب شلون كنتوا تاكلواها قبل كنا ناكلها مجاملة هلأ بطلنا نحبها واللحمة بنادورة والله أنا كنت كتير أعمالها بس بعدين بعد ما جربت الكفتة بطحينة أو اللحمة بطحينة صاروا يحبوه أكتر فلما قلت لون إنه عندي بنادورة أشرعيكم إنه إعمل لحمة بنادورة قال لي إبني إنه أنا ما عاد حبها إنه أعملكون مسقعة البنادورة ابني الكبير ما بياكلها مسقعة البنادورة ما بياكلها طب شو بدي أعمل قلت لون بعمل كباب هندي فقالوا لي إيه إنه كباب هندي ورز الكل بياكلوا فقالت يلا المهم من مشي هذا اليوم المشكلة إنه ما بعرف ليش بطبخ الطبخة على يوم واحد والله بكون حطة ببالي إنه خلص مثلا متى الرز وكباب هندي خليني أعملهم على يومين بس ما بعرف ليش هيك إلا ما بطبخ بحس الكمية ما بتطلع كتير إنه منجي منحطه على الأكل منأكل بيزيد مثلا صح الرز صحن كباب هندي فهدول الصحن يلي زادوا ما بيكفوا لتاني نهار وتعالي تاني نهار احتاري فهلأ مشينا اليوم بيرز وكباب هندي الله يصطر بكرة شو ودي أطبخ بهذا الأسبوع مثل ما شفته عملت بطاطا فروج عملت مثلا اليوم رز وكباب هندي أكلنا فلافل عملت محاشي عملت كمان ما قالي وما صورتها فعن جد إش بدي أطبخ ما بعرف هلأ بيجوز بعد كم يوم أعمل كبسة بنتي من كم يوم عبتقلي إنه عملين نكبسة مش تهياليها بس ما بعرف أنا أحيانا أنا بحس لما مثلا اليوم طبخت رز وكباب هندي ما أحب تاني نهار أطبخ رز أحب غير يعني كان جاي على بالي أعمل كباب لبنية لأ شا عاييك نعمل كباب لبنية فما أرضت قاطلي إنه بدنا نعمل كباب وبالشوب يعني فأعتلت لأي بس إنه إ Estrella ما بتكون مثلا تقيلة يعني مو مثل الكباب المشوية وهيك رغم إنه يوم الأحد والله العظيم كان جاي عبالي أعمل كباب مشوية على شا عاييك نعمل كباب مشوية وقالي لأ لأ بهدى الشوب والله ما رأيكم انتو بتتاكل الكبة المشوية بهذا الشوب او ما بتتاكل هلا هو اكيد يعني الجو شوب وما رح تتاكل متل لما بتكون بالشتة يعني بس انه اذا واحد عملة وشواها وكان جوعان والله الا يعني ياكل وهيك ينبسط فيها فما بعرف بجوز هيك لالاسبوع الجاي انه ما رد عليها ومساوي كبة بس انه ساوي يعني انه على عددنا يعني انه نتعشى وخلاص فما بعرف اذا كمان بساوي كبة لبنية بهذا الاسبوع هو انا ليش قلت انه اعمل كبة لبنية اول شي لقيت انه عندي برغو المطحون ومحطوط بالفريزة وانه جوبت لبن فقلت والله يعني انه واحد بيطبخه وانه جاي على بالي حتى انه لما ساوية ساوية على يومين قلت انه واحد بيرتاح من الطبخة وخاصة اذا طبخة كبيرة مثل ما قلت لكم بحب اني ساوية على يومين وانتو يا صبايا شعب تطبخوه شعب تعملو تعالوا احكونا تعالوا هيك عطونا افكار اش نطبخ طبخة يحبوها كل الولاد ما واحد يقلك بحبه واحد يقلك ما بحبه هلا هون متل ما شفتم بنرجع على طبختنا فرمت البنادورا والبصل وقلتهم شوي بالزيت قلت يعني البصل وبعدين حطيت البنادورا تغلي شوي وبعدين ساكبتهم بالجاط وكنت مبهر اللحمين وهلا بدي صفة فوقهم ودخلها على الفرن اللحت هيك تستوي اللحمة وبنفس الوقت تتسبك عندي البنادورا هلا انا بدي ساوي الكباب الهندي بالفرن فيه ناس بتساوي على الغاز عادي يعني ما بيفرقنه مجرد تعملوا هدول المراحل وبالاخير تدخنوه على اغلب وبتطلع نفس النكهة بس بالفرن يعني بتاخد وقت اكتر يعني ممكن على الغاز بنص ساعة بتستوي بتتسبك البنادورا وبتصير ما احلاها بس بالفرن يمكن تاخد معاكن ساعة لحتى هيك تتنشف يعني الصلصة وتصير كويسة ومتل ما بيقولوا تعقد معاكن فبتاخد وقت اكتر بالفرن هلا انا حطيتها بالفرن ويعني طبختها وخلصتها وقبل ما يجو بدي اطبخ الرز متل ما شفتوا هلا هون الكباب الهندي عندي استوي وهلا بدي اعمل الرز هلا احيانا انا بحب اعمل الرز بشعرية واحيانا بعمله الرز سادة ما بعرف هيك احيانا بحس طبخات ما بيلبق معا على الشعرية ما بعرف ليش مثلا الملوخية ما بحب بحط شعرية بقل بالرز لا البامة انه اذا بدي اطبخ رز وبامة بحط جنبها شعرية مثلا رز وكباب هندي بحط شعرية يعني سواء حطيت شعرية او حطيت معكرونة لسان العصفور يعني التنتين بيقوموا بنفس المهمة كتير بحب شكل هاي المعكرونة لسان العصفور بقل بالرز ما بعرف كتير عبحسها بتعطيه شكل حتى احلم لشعرية للرز فقلت لكم يعني هن بالاخير يعني تقريبا نفس النكهة ونفس الشي يعني هن بتحطوه انشان يعطوا شكل للرز يعطوا نكهة للرز يعطوا لول للرز وبنفس الوقت انه بيساعد الرز ما يخبص خاصة هاي المعكرونة اللي بحطة عن جد بحس ابدا ما بيخبص الرز فيها ما بعرف كمان هو على فكرة بيختلف من نوع رز لنوع رز احيانا بتطبخوا بنفس الطريقة بتلاقوا الرز انه خبص معاكن ولزق ببعضه حسب هلا انا متل ما شفتوا احيانا ازا كنت مثلا انه عندي بدي يقلي لشعرية بقلي الرز بس احيانا بتكون المي موجودة بقلب الطنجرة فبخلي المي تغلي ومنزلي الرز يعني ما في طريقة محددة لحتى اني اطبخ فيها الرز وهلا هون اطلعت على الحديقة لحتى هيك قطف النعنا وقطف شوية فلافلة وبعدين جهز الغداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهلا هون الرز استوى وتهدى ويا سلام بيشهي القلب قلت لكم عن جد هاي الشعرية بتطير بتعطيه شكل حلو للرز اللي هي مع كرون تلسال العصفور متل ما قلت لكم انا باستخدمها متل شعرية هلا هون يمشو بما شاء الله يعني استوى الكباب الهندي وبعدين طبخت الرز وتهدى الرز ورس الكباب الهندي عن جد سخن وانه بيتاكل وما بده تسخين فقلت خليني اسكب الغداء وخلينا هيك نتغدى ونضب المطبخ على بكير انتوا مثلي هيك بتحبوا تتغدوا على بكير وتخلصوا كل امور كون وتجلوا الجليات وهيك ما يجي المغرب الا المطبخ نضيب والبيت كله هيك مثل ما بيقولوا بعمل لي جولة اخيرة فعن جد ما في احلى من هذا الشعور هلا هون انه اليوم يتغدانا شوي بكير خلصنا الغداء وجلانا الجليات حتى اني طلعت لبرة هلا برة شطفت الصبح وصراحة ما عم نسهر برة فما رجعت شطفت المساء اطلعت هيك اعادتي شوي عن جد ما احلى الاجواء وما احلى النسمات الهوام حتى اذا لاحظتوا وقت اللي صورت لكم من شوي بالحديقة عن جد كان يوميتها هوام فما سهرنا برة او بالاحرى ما عم نسهر برة انه الجو كتير صار حلو جوا بالصالون يعني مت ما قلت لكم منفتح الباب ومنفتح الشباك مشغلين الواروحة ما في احلام الجو وبتحسوا اذا اعادتوا برة هيك عبصير الهواء شوي مزعج فانا طلعت هيك قبل المغرب اعادت شوي وبعدين دخلنا لجوا وهلا هون غدانا صار جاهز هاي الرز والكباب الهندي هلا انا الكباب الهندي بعد ما طرعته من الفرن حطيت له فحمة وغطيته بالأصدير فهيك عشان ياخد طعمة التدخين بتحسوا اللي بيميز الكباب الهندي هو طعمة التدخين وقلا نفس المكونات فيه وباللحمة بالصينية او اللحمة ببنادورة نفس المكونات بس سبحان الله نكهة التدخين بتعطيه انه عن جد كتير طعمة مميزة للكباب الهندي هلا هون البايريكس لاني انه تم شوي بالفرن وغلى شفتوا شلون صارت هيك حراف الطبق شوي انه حترقيت بسيلا مو مشكلة هلا بس هيك نتعشى بنقعه بالمي وبعدين بجلي وهدول نعناعاتي والفليفلات يلي قطفتهم من الحديقة هلا مو كل الفليفلي اللي قطفت انا يمكن قطفت اربعة او خمس حبات هيك عبستنى الحبات لحتى يكبروا وبقطف والحبات اللي صغيرة بقول خليهم كمان كم يوم بقطف منهم بس البنادورة يلي زرعتها ما صورت للكون ياهلاء اني ما شاء الله حبات البنادورة كلا نزلت على الارض ما بعرف ليش قلت للكون هو الشتلات من وقت اللي جبتون ما حبيتون يعني حسيتم ما فيهم ورقي عناش فانين فقلت يلا مو مشكلة باخدهم وبجربون جبتهم وزرعتهم بالتراب بس يعني انه عن جد ما فيهم ولا ورقة خضرة والحبات البنادورة هي بنادورة كانت كرزية كلاتها نزلت على الارض يلا اذا ما انا نصيب فيهم بيموتوا اذا انا نصيب فيهم بيصيروا هاي هون مطبخنا بعد ما خلصنا عشا وجلينا الجليات ما شوالله كل عاد الشبكة هيك مليانة جلي هون للكون اطلعت بعد الغداء وقبل المغرب يعني شوفوا تقريبا الشمس عبتغيب فصورت للكون هيك الاجواء ما احناها وطبعا على المنشر لازم يكون في غسيل والله الغسيل ما بيخلص هالايام ما شاء الله بتلاقوهم كل يوم بيتحممون وهيك سلت الغسيل مسلسلتين دائما ما شاء الله ما بيفضوا فاليوم هيك غسلة دول الشلفات اللي بحطهم على الكنابيات ومنشورين فهيك صورت للكون شوي الاجواء قد للكون حتى هون اكل القطط موجود بالارض مثل ما قلت للكون انه عن جد برتب القعدة وبكنس وبشطف وهيك بوزر لزريعة بس معا بيقعدو هاي اللي زريعة كمان نسيتا يومين ما ساقيتها موي فهي حرام كل يوتا هيك نشفت وحتى انه كلها مصفرة شوفوا الهويات ما احلا هون والله عن جد القعدة هيك بتشهي بس متل ما قلت للكون انه قالوا لي الهواء كتير مزعج وجوه فيه تلفزيون انه هون كل رغبتن انه جوه فيه تلفزيون خلاص منقعد نتفرج على شغلين منتفرج على مسلسل منتسلم ابنى نقعد برا والله بعد ما خلصت كل شغلاتي وطلعت قعدت برا وهيك عم بصور للكون الاجواء يا سلام على هالاجواء بدا هيك جمعت صبايا مثلكم بنات حلال هيك ننجمع مع بعض ونقعد وندردش ونتسلم ونشرف فنجان قهوة سبحان الله كل ما بنزل فيديوهات بقلولي شهيتين على فنجان القهوة مع انه والله صلي زمان انه ما طلعت لبرا وصورت انه شربت قهوة برا للكم بما فيه وضبضب هيك البيت وخلص بيكون وصلت الشمس لبرا وبعد العصر او بعد المغرب مع انه الولاد كتير عب يحبون نقعد برا فدائما عب تكون قهوتي جوا حتى اليوم الصبح ما شاركت كل قهوة شفتوا عمنا قهوة بيرد شربناها انا وبنتي بس هللا بعد صلاة المغرب اول جاي على بالهم كل ياتهم يشربوا قهوة فقلت خلاص يعني بقوم جهز فنجان قهوة مو فنجان قهوة بجهز انه قهوة لكل ياتنا وبما انه ما رح حبت فيكم ببداية الفيديو بفنجان القهوة فقلت خلاص بودعكم بفنجان القهوة هلأ ما بعرف هذول الاصوات شلون بدي شيلون قلت لكم اليوم سبحان الله مع اني فايق بكير وقلت بدي جهز الفيديو ونزله بكير شفتوا فيديو مبارحة اخر لحتى نزل والله صار عليه مشكلة يعني نزلته مرتين واحذفه لحتى يكن حلت المشكلة ونزل الفيديو فقلت اليوم بدي فيق بكير وجهز الفيديو وبعدين قوم انه ضب واشتغل بس ما بعرف شوي ولاد الجيران بيطلعوا لبرة وبيحكوا وقلت لكم هون من الهدوء عن جد الصوت بيودي يعني ومع الهوى بتلاقوا اوزع بيحكي الواحد بأول الحارة بيوصل الصوت لاخر الحارة الولاد الجيران خلصوا وشغلوا السيارة ومشوا قلت يلا مني حلق بسجل وقلت ما في صوت بلشوا جيجات الجيران ما بعرف شو صار لهم عبيصيحوا هن وديك تابعون فكمان متل امتوا سجلت وحزفت سجلت وحزفت لقيتهم ما بدون يسكتوا قلت خلص يعني ما كلكون حفظتوني وحفظتوا اجوائي وعايشي بالقرية فطبيعي انه يكون في صوت الجيجات وديك يلا بلكي حدا منكم نصر له زمان ما سمع هدول الاصوات خلي يسمعهم بالفيديو وهلأ هيك صارت قهوتنا جاهزة وبكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يا رب بتكونوا مبسطوا واستمتعتوا واستفدتوا وانتوا عبتحضروا فيديوهاتي وبدي اذكركم اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة فبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى اتصلكم كل فيديوهاتي واذا كنتوا من اصدقائنا بالقناة فبتمنى منكم تدعموني باللايك والتعليق وتعطوني رأيكم بفيديو اليوم شو رأيكم بفنجان هالقهوة والله هيك مع الاكسسوارات الجديدة اللي جبتها عن جد صارت تعطي الجمالية كتير حلوة وقتلي بصور فقرة القهوة ان شاء الله يا رب هيك يكون فيديو اليوم خفيف ولطيف وممتع وهلأ صار لازم ودعكم وقالكم ان شاء الله بشوفكم في فيديوهات وراتينات جديدة على خير وهدات بال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة